مساء الخير دكتور، منوّرني الأول مرة أهلاً إن شاء الله نتشرح بيك أكثر من مرة أهلاً وسهلاً رأيك إيه في التأرير كده قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة يعني الكلام اللي قالوا المرضى والكلام اللي قالوا الدكتور مظبوط، إحنا الحقيقة ما بنحبش يعني نوصل بالمريض لحد الحكاية اللي هم حكوها دلوقتي تدخل التدخل، إحنا دايماً عايزين نقول إن الوقاية خير من العلاج ووقاية مريض السكر إنه هو أول ما يكتشف إنه عنده سكر لازم يذهب فوراً إلى دكتور العيون سواء كان متخصص في الشبكية أو دكتور عيون عام علشان يفحص الشبكية وبيوصى إنه بعد تشخيص مرض السكر اللي هو طيب 1 بخمس سنين يعمل الفحص ده أو طيب 2 عند التشخيص اللي هو النوع الأول والنوع التاني إذا لم نجد أي تغيرات في الشبكية ينصح بالكشف مرة سنوياً إذا قد نجد تغيرات ولا تحتاج إلى العلاج وينصح للمراجعة كل 6 شهور وإذا وجدت تغيرات وحتاجت إلى العلاج يبقى لازم المريض يشوفه الدكتور كل 3 شهور يعني لو ما فيش أي تغيرات يبقى كل 3 يبقى مرة في السنة في تغيرات لكن مش محتاج علاج يبقى كل 6 شهور تغيرات وتدخلنا في علاجها يبقى كل 3 شهور